يعيش ملايين اليمنيين ظروفاً اقتصادية خانقة بعد إصدار ميليشيا الحوثي قراراً بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وداهم مسلحون حوثيون محلات صرافة ومخازن تجار لمصادرة كميات من النقد المحلي بالطبعة الجديدة قبل أن تصدر سلطات الميليشيا تعميماً بأن على المواطنين تسليم ما بحوزتهم من النقد الجديد إلى نقاط تم تحديدها ومبادلتها بعملة إلكترونية قال البنك المركزي في عدن إنها غير شرعية وأنه أي البنك الجهة الوحيدة المخولة بإصدار عملة إلكترونية فريق الإصلاحات الاقتصادية قال إن طول أمد الحرب تسبب بتشكل حالة من الفوضى الاقتصادية حيث تراجعت الكثير من مؤشرات الاقتصاد اليمني الذي أصيب بالانكماش الحاد بنسبة تقارب الأربعين بالمئة مقارنة مع العام 2014 وأكد الفريق في ورقة تقدير موقف صدرت عنه مساء أمس إن قرار منع تداول الإصدار النقدي الجديد خطوة تقود إلى مضاعفة المعاناة التي يعيشها المواطن لا سيما وأن اليمن يعتمد على احتياجاته من الغذاء والدواء من الخارج بنسبة تفوق تسعين في المئة وبتكلفة تصل إلى مليارين ونصف مليار دولار سنويا فريق الإصلاحات الاقتصادية وهو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من قيادات القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين قال إن قرار منع تداول العملة الجديدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة أسعار السلع وسيضطر التجار والمصنعون إلى شراء عملة صعبة بأسعار السوق السوداء طالما وأن البنك في صنعاء غير قادر على تغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي كما سيؤدي إلى شحة في المخزون السلعي مع ما يمثله ذلك من مخاطر على الأمن الغذائي في ظل الأزمة القائمة ترجمة نانسي قنقر